ينضم إلينا جميل حسام وراسل أورينت نيوز معنا من إدليب تحديدا معارض مصرين أهلا بك جميل ما هي آخرة تطورات لديك دعم أحلام سنبدأ معك من طائرة حربية تابعة لقوات الاحتلال الروسية تقوم بالتنفيذ غارات جوية شديدة الانفجار بصواريخ فراغية على الكبينة ومحاور الكبينة وسط اشتباكات ما بين الفصائل المقاتلة وميليشيا أسد الطائفية التي تحاول مرارا وتكرارا التقدم ومحاولة السيطرة على الكبينة طبعا سنبدأ من محور الكبينة بريف اللاذقية والذي يشهد أو تشهد هذه الجبهة اشتباكات عنيفة منذ أكثر من خمسة أيام وأشد الاشتباكات عنفا وأكثرها شراسة منذ ثلاثة أيام حتى هذه اللحظة خسرت خلالها ميليشيا أسد الطائفية عشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط برتب مختلفة نتيجة صد الفصائل المقاتلة لعشرات محاولات التقدم الفاشلة على هذا المحور يوم أمس فقط ثلاثة وأربعين طلعة جوية للطيران التابعة لقوات الاحتلال الروسي نفذت من خلالها أكثر من 86 صاروخ من بينها صواريخ ارتجاجية وصواريخ عنقودية وصواريخ فراغية تركزت بشكل مباشر أكثر من نصفها على هذا المحور طبعا أيضا كان هناك عطاب لدبابات وتدمير دبابة على هذا المحور العديد من الآليات المدمرة على محور الكبانة تحاول ميليشيا أسد الطائفية سحب القتلى ولكن تستهدفهم الفصائل المقاتلة بشكل مباشر بقذائف المدفعية وبقذائف الهون وتحقق إصابات مباشرة منذ قليل كان هناك استهداف لتجمعات ميليشيا أسد الطائفية على محور الكبانة وكل من يحاول التسلل أو يحاول سحب جثث أو آليات على هذا المحور جاهزية عالية للفصائل المقاتلة على هذا المحور وعلى طول هذا الخط عزيزات مستمرة من قبل الفصائل المقاتلة وفشل مستمر حتى هذه اللحظة من قبل ميليشيا أسد والميليشيات المساندة له التي تحاول التقدم على هذا المحور بقية الغارات الجوية سنبدأ من غارات اليوم التي نفذتها الطائرات التابعة على قوات الاحتلال الروسي محيط مدينة كفرنبل وتفتناز والنيرب سبقها تنفيذ للغارات الجوية يوم أمس على بلدة معرض حرمة وحزارين ومحيط بلدة البارة وعدة مناطق بجبل الزاوية هذه الغارات كانت أدت إلى جرحة في صفوف المدنيين القذايف المدفعية والصاروخية لم تتوقف عن قرى وبلدات ريف إدلب الجنوب منذ قليل كان لدينا مقتل طفل في ريف جسر الشغور نتيجة تستهدافها بقذايف المدفعية وراجمات الصواريخ وأيضا كما ذكرت لك منذ قليل لم أعلم إذا كنت قد سمعتني جيدا عن الغارات الروسية التي نفذتها طائرات الحربية يوم أمس محيط بلدة حزارين وعلى بلدة حزارين على الأماكن السكنية أيضا وعلى بلدة معرض حرمة وكفر سجنة والعديد من المناطق الأخرى إذن جميل كل هذا القصف عادة ما يترك المنطقة في حالة إنسانية مدرية جميل نعم عادة ما هذا القصف يترك المنطقة بحالة إنسانية مدرية تتعرض لحركات نزوح جديدة بعد الحركات أو بعد حالات النزوح السابقة كيف يبدو الوضع الإنساني لديك في ظل كل هذه الغارات التي تستهدف المناطق التي ذكرتها جميل نعم أحلام بداية قبل ذكر الغارات الجوية طبعا عدم عودة المدنيين باتجاه مناطق قرىهم وبلداتهم في ريف إدلب الجنوب وأيضا ازدياد لموجة النزوح خاصة بعد أن هدأت وطيرة القصف لمدة يومين خلال الشهر الماضي أو شهر الجاري فكان هناك عودة لبعض المدنيين على عدة قرى وبلدات الآن عادت ونزحت هذه القرى بعد استهداف متكرر ومتواصل ومستمر بشكل يومي بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ وأيضا من جديد على الساحة منذ عدة أيام بشكل يومي الاستهداف للطيران الحرب التابعة لقوات الاحتلال الروسية هذا الأمر نعم خلف حركة نزوح جديدة توجه النازحون باتجاه الحدود السورية التركية ومنهم توجه باتجاه القرى والبلدات القريبة في جبل الزاوية التي لم تتعرض للقصف نسبيا أو تعرضها للقصف بشكل بوتيرة أقل لذلك لجأوا إلى تلك المناطق منهم من عاد أيضا باتجاه المدن الحدودية على سرمة والدانة بتجديد عقود للأجار لهم ومنهم في الأراضي الزراعية تحت الأشجار يعني معاناة جديدة لقرابة المليون أو من 900 ألف إلى مليون نازح في منطقة الشمال السوري يعانون من أوضاع أيضا إنسانية صعبة ومهددين بكارثة إنسانية قد تقع بحقهم مع دخول فصل الشتاء خاصة مع حصول زخات مطرية بشكل شبه يومي على مناطق المخيمات هذا الأمر يعني يفضي إلى معاناة جديدة لهؤلاء النازحين المنظمات الإغاثية والإنسانية لا تستطيع تقديم أو إكفاء هؤلاء المدنيين جميعهم أو هؤلاء المهجرين لأن عدادهم كبيرة جدا لها طاقات محددة الأمر يحتاج لتدخل منظمات دولية لتخفيف العناء عن هؤلاء المدنيين شكرا جزيلا لك جميل حسن مراسل أوريينت نيوز كنت معنا من إدلب تحديدا مع رات نعمان شكرا جزيلا